نقلب معكم على مدى ساعتين اثنتين عددا من الملفات نبدأ ساعتنا الأولى من الحر الليل من السودان حيث حذر الجيش السوداني مما وصفه بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن من جانب قيادة قوات الدعم السريع وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان إن تحركات قوات الدعم السريع جاءت دون التنسيق معها وتشكل تجاوزا واضحا للقانون فما حقيقة الخلافات داخل المؤسسة العسكرية وأثارها على الواقع السياسي وهل ستعلقل عملية الانتقال السياسي وستؤدي إلى تثبيت سيطرة العسكر حشود عسكرية تقابلها بيانات تحذيرية شديدة لهجة هكذا تبدو صورة الخلاف في السودان بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع نذر مواجهة تلوح في الأفق وتهدد أمن ومستقبل البلاد قوى الحرية والتغيير بشقيها المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية وحركات مسلحة سارعت لاحتواء الموقف وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء العسكريين لكن هناك من يرى أن انفجار الخلاف في هذا التوقيت لا يخلو من أجندة سياسية أنا أعتقد أن الدعم السريع يزعى إلى جانب قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي التي توازره في مثل هذه المسائل والتي خلقت منه ذراع عسكرية لها لذلك أنا أرى أن لا بد من اللجوء إلى صوت العقل والحكمة قوات الدعم السريع قالت إنها تتحرك وفق مهامها وواجباتها المنصوص عليها قانونيا ولن تتراجع عنها محللون يرون أن الأزمة وإن بدت عسكرية في ظاهرها إلا أنها في واقع الأمر أزمة سياسية يسعى مفتعلها للعصف بالاتفاق السياسي والانتقال نحو الحكم المدني العملية السياسية في خطر شديد من هذا الصراع الذي يكشف بشكل واضح أن هناك طرف يريد أن يتملص من الاتفاق الإطاري أو من العملية السياسية ولكن يستغل الأوضاع العسكرية لذلك الاتفاق الإطاري أنا أعتقد أنه الآن يمر بمرحلة صعبة الخروج منا يتطلب حكمة شديدة وعمل سياسي كبير عمل سياسي على مستوى القوى السياسية وعلى مستوى المجتمع الدولي ويواجه ملف الإصلاح الأمني والعسكري في السودان تعقيدات كبيرة في ظل تعدد الجيوش وتعثر الاتفاق على مواقع الدمج لسيما دمج قوات الدعم السريع احتدام الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يشير إلى دخول الأزمة السودانية مرحلة حرجة وهو ما دعا قوى سياسية لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه أما الشارع السوداني فبدأ غير مكترث بصراعات العسكريين الأمر الذي تعكسه حالة الهدوء هنا تهاني إبراهيم الحرة الخرطوم ولنقاش هذا الموضوع معنا من الخرطوم المحلل السياسي محمد عبدالله ودأبوك والخبير العسكري بابكر يوسف مرحبا بكما ضيفي الكريمين هذا معك سيد ودأبوك إلى أي حد بإمكاننا أن نتحدث الآن عن خلاف داخل مؤسسة عسكرية واحدة لأن الدعم السريع ألحق بالجيش وهو جزء من تشكيلة وهيئة الجيش صحيح للأسف الشديد في السابق كلنا نقول وكان وكذلك معنا يقول قادة القوى العسكرية نفسهم الرئيس برهان ومن معه أن الدعم السريع هو جزء من الجيش السوداني تدريب وأسلحة وحركة وانتشار وتنسيق وهيئة قيادة وتبادل معلومات وكل ذلك وطوال فترات الانتقال الصعبة كان هناك تواصل جيد وتفاهمات كبيرة وصلت إلى مرحلة اتخاذ خطوات مشتركة في مواجهة بعض القوى السياسية ولكن بعد ما جاءت فكرة الاتفاق الإطاري حصل تباين كبير جدا بين قيادة القوتين بين القوات المسلحة وقيادة الدعم السريع ولذلك أنا أتفق مع الاتجاه الذي يسهب أن الأزمة هي أزمة سياسية لأن قائدة الدعم السريع يدعمون الاتفاق الإطاري صراحة وقادة القوات المسلحة خاصة الرئيس البرهان يضع شروط مع قبوله لهذا الاتفاق ولذلك هي أزمة بالأساس أزمة سياسية انتغلت لتكون أزمة داخل المكون العسكري ولذلك المكونات العسكرية هي الأخرى بطريقة غير مباشرة ليست بريئة من الخلافة الذي يجري ومطلوب منها أن تبزي الجهود كبيرة وجبارة حتى تضع الأمور في وطعها ونصابها الطبيعي والحقيقي سيد بابكر هل هذه تمثلات أزمة الصراع داخل مؤسسة عسكرية واحدة ما طفع على السطح في فترة ماضية من خلاف بين البرهان وحمدوك وقيل أنه خلاف بينهما وعض للأصابع كما وصف وهل هذه العملية برمتها تخرج التيارات المدنية من دائرة الحساب أولا ما يحدث الآن هو نتيجة لتكل الصراعات بين المكونات المدنية التي أفضت إلى أن يكون هذا الوضع تغير من الصراع المدني مدني إلى الصراع العسكري عسكري والصراع العسكري عسكري هذا هو أخطر ما في الصراع الآن في المشهد السياسي السوداني لأن الصراع بين الدعم السريع وبين القوات المسلحة هنا دبنا خص الخطر لما يعانيه السودان من وضع جيوز استراتيجي والجغرافية السياسية التي يعيشها السودان والتعقدات والمعاقدات للعملية السياسية في السودان فالصراع بين المكونات العسكري قد يؤدي إلى انزلاق البلاد إلى ما لا يحمد عقباه وقد يؤدي إلى انهيار الدولة وتصبح بعد ذلك الدولة في تدخلات اجنبية وخارجية ودول جوار مباشر وغير مباشر لما يتمتع به السودان من سروات وأطماح كل الدول حقيقة هذا الصراع يعني إن لم يتجاوزه إلا إن لم يتم بالعقب فإنه يؤدي إلى نهاية الدولة السودانية تماما لأنه سيفتح الباب لقوة إغليمية أخرى لها مشاكل مع السودان وقوة إغليمية أخرى غير مستقرة سياسيا وعسكريا إضافة لما يعيشه الآن السودان من عدد كبير من الجيوش وحمل السلاح فإن ذلك سيؤدي إلى فوضى شاملة تحصف بالبلاد إلى الخطر لكن ما نرجوه هو أن يدرك الريدولي أليست المؤسسة العسكرية التي سلمت رقبتها للدعم السريع في مرحلة ما ثم جاءت الآن لتشتكي داخل ثقنات المؤسسة العسكرية كان هناك جنود غير مدربين أو مكونين تكوين الجيش السوداني ودخلوا فجأة وأصبحوا جزءا من هذا الجيش بل ولهم الكلمة العليا فيه رغم أن أغلبهم كان معتادا على قتال الميليشيات في الغرب السوداني نعم التنسيق الذي كان بين الدعم السريع والقوات المسلحة كان تنسيق يتم بتناعم تام لأن إنشاء الدعم السريع جاء بقانون هذا القانون أجازته الهيئة التشريعية أنزاك وتولد هذا الدعم السريع لمساندة القوات المسلحة بالتنسيق التام في مناطق العمليات تحولت مآلات الأمور في السودان بعد سورة ديسمبر 2019 ليصبح الدعم السريع واحدة من أهم القوى العسكرية الموجودة في الساحة فلذلك أصبح التناسق والتناقم فيما بينهم مستمرة لفترة بعيدة حتى الاتفاق الإطاري الذي كان كل له رؤيته المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة ترى لا يجب أن يتم التوافق للجميع من المدنيين نعم أنا أعود لإستكمال نقاشنا حول السودان مع ضيفي من الخطوم محمد عبد الله ود أبوك والخبير العسكري باب بكر يوسف أرحبا بكم من جديد أبدأ معك من جديد سيد ود أبوك هل بيد البرهان السلطة والقدرة بحكم أنه هو رأس الدولة الآن لكي يبعد محمد حمدان ديقلو أنا أعتقد هذا السؤال هو صعب لأنه لا يوجد داعي الآن وفق التعقيدات السياسية والأمنية في السودان أن تجعل البرهان يزعى لإبعاد محمد حمدان والعكس صحيح محمد حمدان هو الآخر ليس في حساباته أن يبعد الرئيس البرهان المعادلة صعبة عند الرجلين في أن يعملان معا أن ينسقا معا أن يوحدا الجهود حتى تمر هذه الفترة الصعبة من عمر الانتقال ومن العمر السياسي في البلد وأعتقد هذه اللوحة أن يتعاون البرهان مع القائد حمدتي وأن يتعاون القائد حمدتي وأن تفتح قنوات التواصل الحوار بينهما وهذه هي وحدها هي في مغدورها أن تضح حدا لخلافاتهما وتبايناتهما أنا أعتقد السودان الآن تقع مسؤولية دارة الوضع في السودان تاريخيا الآن على عاتق وعلى رقبة الأخ محمد حمدان معه الأخ البرهان هذه مسؤولية تاريخية كبيرة وعلى الشعب السوداني أن يشجع التعاون بين الرجلين حتى يتعاون من أن يصل الناس إلى الهدوء وإلى الاستغرار وإلى مؤسسات حكم انتقالي تنال على الأقل رضا أغلب أبناء الشعب السوداني هذه المعادلة دون أن يسعى الآخر لعزل أو إخصاء أو إبعاد الآخر وهذا نريده كذلك للقوة المدنية السياسية التي تناطحت وتصارعت وحاولت أن تخصي بعضها البعض والنتيجة هي أن الصراع الآن تحول من صراع سياسي إلى صراع مدني من صراع مدني إلى صراع عسكري عسكري سيد بابكر كم لجنة يحتاج السودانيون يعني لجان تقريب وجهة النظر في داخل التيارات السياسية وبين الفرقاء السياسيين لوحدها لا يمكن أن تعدى وتحصى والآن لجنة لتقريب وجهة النظر بين العسكريين حقيقة الوضع السياسي في السودان منذ 2019 بدأ معقد وظل متعقدا حتى تاريخ هذه اللحظة المكون المدني أو التيارات المدنية ظلت في صراع فيما بينها وأصبحت كتل متشاكسة حول كل له رؤيته في الفترة الانتقالية إلى أن انتغل الصراع إلى عسكري عسكري وهذا ما كان لا نتمناه لأن الصراع العسكري عسكري هو صراع يودي إلى نهاية الدولة وانت تعلم جيدا المشهد السياسي وما به من جيوش الحركات المسلحة بعد اتفاقية جبا إضافة للدعم السريع وإلى القوات المسلحة كل هذه المكونات العسكرية إذا أصبحت في صراع فعلى السودان وعلى الحياة السياسية السلام ويكون بذلك العصف بالحياة السودانية وبالحياة السياسية في السودان وحيث لا يجدون موطع يتناغشون فيه حول الحكم لذلك كما ذكر المتحدث لا بد من تحكيم العقل وصوت العقل والرؤية إلى السودان وما حوله والقراءة الجيدة سيد ودابوك هل الوصول إلى اتفاق سواء عن طريق لجنة تقريب وجهة النظر سيد ودابوك أو عن طريق تفاهم العسكر فيما بينهم هؤلاء في الأخير لديهم إطار واحد يجمعهم هل سيكون ذلك في صالح الوصول إلى تفاهم مع الفرقاء السياسي المدنيين أم أنه لتثبيت أقدام العسكر في السلطة خاصة وأن آفاق الحوار ومدده طالت أكثر من اللازم وعلى الأغل في هذه المرحلة الحساسة من عمر الصراع العسكري على القوى المدنية الحاكمة أو المعارضة التي تتفق وتدعم الإطار والتي تعارض الاتفاق الإطار عليهم جميعا أن يلتزموا جانبا واحدا من الحياد أن يكونوا على مسافة واحدة من الدعم السريع من الجيش ثم من بعد ذلك عليهم أن يتبنوا خطا وطنيا في داخل أنفسهمهم لأنه أنا أعتقد مواعين العمل السياسي داخل القوى السياسية هي التي ضاقت بآرى بعضهم البعض وضاقت بمسألة قبول بعضهم البعض وانفجر هذا الوضع حتى أصبح لديه ارتدادات وانعكاسات داخل المكون العسكري أنا أعتقد على القوى العسكرية نفسها قبل أن تتحرك هذه الوصاصات من القوى المدنية عليها أن تنظر إلى الخطورة المحدقة بالوضع في السودان هذا الوضع وضع خطر جدا على تماسك الدولة على مستقبل الدولة وعلى مستقبل العملية السياسية والوضع الاجتماعي والأمن الهش على المنظومة الأمنية الجيش والدعم السريع لديهم لجان عسكرية مشتركة عليهم أن يفعلوا هذه الأدوات وهذه الآليات المشتركة لتضع الأمور في نصابها وأنا أرى أن هناك حركة كسيفة حركة كسيفة الآن داخل المكون العسكري داخل المكون المدني يمكن أن تولد حلا أو على الأقل تخلق نوع من التهديئة كيف يمكن أن تخلق هذه التهديئة سيد بابكر من يشترط على من الآن نعم الآن يمكن أن يكون ما لاحظناه في اليومين السابقين هو تحول الحياة السياسية في السودان إلى المكون العسكري فقط يعني الناس أو تناسوا مكانوا يطالبون فيه في الاتفاق الإطاري وغيره ومن الانتغال السياسي للفترة الانتغالية وغيرها لذلك كما يقولون أتت في منطقة حساسة ومنطقة خطرة والصراع العسكري العسكري هو نهاية لكل ذلك فأنا أرى أن القوى المدنية الآن منوض بها الاتفاق سويا والنظرة للسودان وما حوله من مخاطر سواء كانت جوار مباشر أو غير مباشر أو تفكك الجبهة الداخلية أو صهور الجيوش الكثيرة وغيرها فلذلك لا بد من النظر بعقل والجلوس مع الدعم السريع ومع القوات المسلحة لتغريب وجهات النظر ويخرج برؤى واحدة تحفظ هذا البلد من الانزلاغ والانهيار شكرا جزيلا لك بابكر يصف أشكر أيضا ضيفي من الخرطوم عمد الله ودابوك شكرا جزيلا لكم معنا معنا من الخرطوم عروة الصادق المهدي القيادة في حزب الأمة القومية وفي الحرية وتغير مرحبا بك سيد عروة حزبكم حزب وساطة في العادة حزب تقديم مبادرات وسط لنزع الفتيل ذلك ما تسوقونه عن أنفسكم وعلى مدى عقود هل نحن أمام حالة بالإمكان حلها بالحوار بأطراف أخرى ميسرة بين حميتي والبرهان أم أنها أعقد من ذلك لأننا نتحدث عن الجيش أولا حياك الله عزيزي وحيا الحاضرين والحاضرات والمحضرين لهذا الحدث وحيا ضيفيك الكريمين ما يحدث في السودان الآن لو لا القوى السياسية التي كان لها ضيفيك كما كان لن دلعت الحرب من قبل شهرين باعتبار أن الخرطوم حشدت فيها ما يزيد عن 250 ألف عنصر في الخرطوم هذه العناصر خفضت توتر بين الجنرالين ومضينا في العملية السياسية واليوم بعد حادثة مروي التي أججت الصراع الجديد ترصدني الجنود الرسميين سيد عروة من طرائق قدد من مجموعات مسلحة تدبع للجيش مجموعات مسلحة تدبع للدام السريع مجموعات من النظام البائد حشدت في الخرطوم وما حول الخرطوم وبعض المعسكرات الإقليمية وهناك تسليح لقبائل ومجموعات قبلية كل هذا كان ينذر بالتوتر منذ فبراير المنصر تحركت قيادة القوى السياسية المدنية التي ينقم عليها ضيفيك الكريمين تحركت بهمة وعزم لنزع هذا الفتيل وتحييد هذا السلاح لصالح الاستقرار والأمن والسلام وليس لصالح حزب أو جهة أو استقواء به كذلك اليوم فجر صدور بيان القوات المسلحة الذي أنذر وتوعد فيه قيادة البلاد ونبه البلاد إلى أن هناك وارد انزلاق وأننا جربنا كل الوسائل السلمية تحرك اللواء فضل الله بوربا ناصر وهو مدني من خلفية عسكرية قائد أو رئيس حزب الأمم المكلف وجمع القيادة القوى السياسية لحرصه أن لا تخرج طلقة من تحت هذا الهشيم الذي سيحرق البلاد وما عليها هذه العملية برمتها مدنية لإصلاح المؤسسة العسكرية والاستقواء بجيش مدني سيد عروة ما يحكم السودان اليوم؟ يحكمه الجنرالات قولا واحدا نحن الآن أمام دولة برأسين وما نرجو أن نصل له بهذه العملية السياسية ليس قطع الرأسين وإنما تسليم هذين الرأسين الدولة لصالح سلطة مدنية برأس واحد وجهاز تنفيذ واحد ومؤسسات قويمة فيها العدل وفيها التنفيذ وأن تخضع هذه المؤسسات العسكرية لرئاسة السلطة المدنية التي تدأب وتعمل بدأب لتوحيد هذا الملف الذي فجر الأوضاع ملف الدمج وتحديث القوات هو المقصد منه أن نوحد جيشنا لألا نستقوي بسلاح حركات مسلحة ولا سلاح الدعم السريع ولا سلاح غير سلاح القوات المسلحة الموحدة المهنية المتفق عليها والسياسيون وأنت تقول ليس هناك وحتى لا نحتاج إلى سلاح الدعم السريع نسيت أو تناست أو لا تريد أن تقبل بأنه من ضمن ما أقره حتى التيار المدني وباركه كثيرا أن يكون الدعم السريع جزءا من هيئة الجيش فعندما نقول الآن الدعم السريع هو كأي كتيبة أو لواء في داخل الجيش السوداني وجهة النظر النابذة هذه ألم تزد الطينة بالله وألم تغير صدور الدعم السريع على بقية الجيش يا سيدي نحن ما نعلمه وهو مصطور في القوانين واللوائح والنظمة العسكرية في البلاد أن هذا الدعم السريع هو مولود من شعب عسكرية في القيادة العامة للقوات المسلحة كانت استخبارات الحدود تطورت إلى أن أصبحت قيادة كاملة سموها قوات الدعم السريع وشرع لها قانون من برلمان المخلوع كل هذا لا ناقة للمدنيين فيه ولا جمل نريد جميعا أن نصحح هذه الأوضاع أوضاع الدعم السريع على أوضاع الحركات المسلحة أوضاع مختلة تحتاج إلى رأي فني المحاولة إقحام الرأي السياسي فيه سيعيق العملية السياسية بل ربما سيفجر ما الذي تريدون تنقية مكتتبي هذه التيارات أو هذه الكتيبة أو القيادة الدعم السريع وتنقيتهم من أنماط معينة أو أشكال معينة من المقاتلين ما الذي تريدونه تحديدا أنتم كتيار مدني عدا أن يتفق الرأسان كتيار مدني لكي يكون هناك رأس واحد لاحقا كتيار مدني أولا نريد تنقية القوات المسلحة السودانية من عناصر تتبع للفلول النظام السابق عناصر إخوانية الآن تحرط على حرب بيننا وبين التعم السريع وبين الجيش هذه دعوة واسعة وحمدتي نفسه كان جزء من رموز النظام السابق البرهان كان جزء من رموز النظام السابق أم تطالبون أيضا بأن يخرج هؤلاء نعم هم قرران خروج من العملية السياسية وهذا وفق مراحل معلومة الجنرال البرهان بعد أيام عدد أو شهور عدد سيصل سنة تقاعد بموجب قانون القوات المسلحة محمد حمدان دقلو قال أنا سأخرج من العمل السياسي وهذه العملية مصممة لخروج الجنرالات من السياسة أما ما نريده هو قوات مسلحة موحدة مهنية منضبطة لا تقتل ولا تخرج طلقة واحدة مما سورتها في صدر السوداني نريدها أن تصون حدودنا وتحرس الدستور وتحرس هذه العملية السياسية وصولا لحكومة ديمقراطية منتخبة هذا ما نريده لا نريد أن نزايد على قوة أو نستنصر بسلاح دعم أو سلاح جيش بل نريد من كليهما الانضباط بما أقسم عليه حماية الوطن السودان والسودانين أشكر جزيلا أشكر جزيلا شكرا من الخرطون عروة الصادق المهدي القيادي في حزب الأمم القومي وفي الحرية وتغيير ترجمة نانسي قنقر